الوباء العالمي ينتشر في عموم البلاد وفق إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي سجلت ثلاثاء ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات مع زيادة عدد العينات المفحوصة المركز سجل أكثر من 9000 حالة مؤكدة من بينها نحو 8000 حالة نشطة فيما تجاوزت حالة التعافي الألف حالة مع وفاة 164 مصاباً بالفيروس كل ذلك بعد فحص 85500 عينة في مجمل البلاد مدينة البيضاء سجل المركز الوطني فيها 24 حالة مؤكدة و18 حالة نشطة و6 حالة تعاف ولم يسجل المركز أي حالة وفاة بسبب الفيروس المستجد مؤكداً أن العينات المفحوصة في المدينة فقط 23 عينة بحسب موقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض غير أن هناك حالات وفاة في المدينة خلال الأيام الماضية ظهرت عليها أعراض الإصابة بالفيروس المستجد بحسب مصادر من المدينة فيما أكدت مصادر طبية ازدياد حالات الاجتباه بشكل كبير مع نقص في أعداد المشغلات مع حالة دون إجراء الفحوص للتأكد من الإصابة أكثر من 20 حالة مؤكدة بمركز العزل بمستشفى الثورة وأكثر من 10 حالات مؤكدة في مركز العزل بمستشفى الصدرية بمنطقة المنصورة تزامناً مع إعلان مدير مستشفى الثورة المركزي التعليمي بالبيضاء عبد الرحيم مازق عن أن الوضع الوبائي في المدينة خطير جداً السادة الكرام سكان بلديات جبل أخضر وخلونا نحكو باللغة العلمية لنفهمها جميعاً ويفهمها شيئاً ويفهمها عجيزنا يهوه 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 راه الوضع خطير أخضر مما تتصور جميعاً يهلنا راه الوباء بادي في التفشي إدارة ملف أزمة كورونا في شرق البلاد يتوله رئيس أركان حفتر عبد الرزق النظوري الذي يصف كل من ينتقد عمل لجنة أزمة كورونا بالخيانة ويرفض حتى الترحم على موت مصابي الفيروس ما يطرح التساؤل عن جدارة العسكر بإدارة الملفات الطبية ونسأل الله للشهدان في معارك القتال مش كورونا أنا مم يتقبلهم الله بالرحمة لأن الكورونا هذا أنت سببها قلنا لك حافظ ما بيت تحافظ التعامل مع وباء كورونا يستدعي جهودا متكاتفة من الجهات الطبية والحكومية والأهلية من أجل تقليل فرص انتشاره ولما كان للعسكري في هذا الأمر بحسب مراقبين لأن التجارب أكدت أنهم لا يحسنون التعاطي مع مثل هذه الملفات الحساسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر